السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي نهاردة حلقة جديدة من حلقات الإدارة الفندقي طبعا كلمنا آخر حاجة في الحلقة اللي فاتت عن المخازن هنسترجع سريعا كده المخازن وخدنا ايه في المخازن أولها وبعدين هنكمل هنعمل ايه وهنعرف ايه عن المخازن نهاردة عرفنا المخازن وانواعها ايه عرفنا ان انواع المخازن مخازن للمأكلات وطبعا لكل مخزن من المخازن دي شروط وطبعا لازم مميزات واشكال مختلف انواع المخازن اول حاجة مخازن المأكلات مخازن المأكلات دي يعني اي مخزن بيتحط فيه مأكلات مثلا فواكه خضروات ايا كانت المأكلات حبوب بقليات ايا كانت المأكلات دي كل حاجة من المأكلات دي بيبقى لها درجة حرارة معينة للتخزين وشكل معين للمخزن بتاعها طبعا بيبقى درجة الحرارة لو لحوم او حاجات مجمدة بنحطها على درجة حرارة تجميد علشان التجميد ده طبعا لو قللنا درجة التجميد بتاعتها هتبوز وهتقدي الى تلف المواد الغذائية دي بعد كده مخزن المشروبات المشروبات طبعا بتبقى معلبة او بتبقى فرش طبعا لو كانت فرش تبقى فواكه بتخزن في المخازن بتاعت المأكلات وناخدها على طول بنعملها فرش في المطبخ وبتقدم على طول للجسد فايا كان المكان بقى في الحفلات في المطعم في التكوي في الكافيترية ايا كان المكان اللي بيقدم فيه العصير طبعا العصير لو كانت معلبة بيبقى لها درجة حرارة معينة في التخزين وبنشوف اهم حاجة في الموضوع ده مدة الصلاحية بتاعتها لان ممكن تخزن لفترة طويلة بتعدي مدة الصلاحية بتاعتها وتؤدي الى فساد المشروبات دي او المأكلات دي بعد كده مخزن قطع الغيار والصيان طبعا قطع الغيار والصيانة المخزن بتاعها بيبقى مش محتاج درجة حرارة لان دي بتبقى قطع غيار لحاجات مثلا للتكيفات للالات للحاجات دي بتبقى قطع غيار بتبقى حديد يعني ما بيبقاش لها درجة حرارة معينة بس اهم حاجة ان هي بتبقى بعيدة عن الرطوبة علشان الحديد والكلام ده ما يقديش الى ان هي تصدي وبعيدة طبعا عن المية ومصادر المية ومصادر الرطوبة علشان نحافظ عليها المخزن العمومي بقى المخزن العمومي ده بيبقى في الفنادق الكبيرة اول حاجة بيخزن فيها الحاجات كلها اول ما بتيجي كل حاجة الفندق طالبها بعد كده بناخد من المخزن العمومي ده وبنعمل ايه بتقسم على المخزن التانية طبعا المأكلات في المأكلات والمشروبات وايا كان طريقة التخزين بتاعتها عندنا الشكل ده ده ممكن يكون شكل مخزن العمومي اللي هو بيبقى فيه جميع المخزنات الموجودة في الفندق ده عشان نعمل ايه؟ عشان بعد كده نقسم الحاجات الليها عايزة التخزن ديه تفين فيه الاماكن بتاعت التخزين بتاعها ودرجة الحرارة المخصصة لها ده مثلا شكل طبعا المخازن بتبقى كبيرة او مساحتها بتقدر بمساحة الحاجات اللي هتغزن فيها وطبعا ما تبقاش صغيرة عن حجم الفندق او كبيرة عن حجم الفندق بعد كده ديه المخازن اللي ممكن مثلا ديه مخازن ممكن نحط فيها خضروات وحاجات اللي هي بتتحطها على الارفف مثلا حبوب بقوليات ايا كان الحاجات اللي هي بتخزن عشان فيه هنا عندنا هنا تكييف التكييف ده بنعمله على درجة حرارة معينة علشان الحاجات اللي بتخزن ديه ما تتلفش وده برضو نفس الحكاية ده برضو مخزن علشان نخزن فيه حاجات بس بتبقى حاجات ما بتتحطش على ارفف يعني مثلا ممكن بقوليات او حبوب بشولة او يعني ايا كان الحاجات الكبيرة اللي هتتحط فيه المكان ده طبعا وهنا فيه التهوية المناسبة والتكييفات اللي موجودة فين في المخزن طبعا احنا زي ما احنا شايفين المخزن بيبقى مؤهل ان هو يبقى فيه ايه فيه حاجات هتخزن واهم حاجة الاضاءة بتاعتنا عشان طبعا الاضاءة وانا باجي ااخد الحاجة طبعا بيبقى لازم يبقى فيه اضاءة عشان اشوف الحاجة بتاعتي ديه درجة الحرارة بتاعتي لازم ازبطها بالطريقة الايه بالطريقة الصحة عندنا خطوات الرقابة على المخزن خطوات الرقابة على المخزن مهمة جدا 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 اهم حاجة في خطوات الرقابة على المخزن ان انا اشوف الحاجات اللي انا باشتريها ديه صالحة ولا لا اول حاجة مراقبة المشتريات مراقبة المشتريات اول حاجة عندنا ان انا اما باجي اشتري الحاجة باشتريها بالشكل اللي عامل ازاي اول حاجة المشتريات ديه لازم تكون مدة صلاحيتها مناسبة للمكان بتاعي يعني انا مثلا الفندق بتاعي كبير وبخزن حاجات بكميات كبيرة زي ما احنا شوفنا المخزن بيبقى كبير طبعا انا مش هاود اروح اجيب طلبات يوم بيوم لا انا بخزن مثلا بالشهر اشوف الحاجة اللي عندي هتصلح ان هي هتقعد الشهر ولا لا طبعا بيبقى في ورقة على كل حاجة موجودة عندي اللي انا باشتريها بشوف مدة الصلاحية بتاعتي دي هتكفي ان هي تقعد الشهر ده ولا لا طبعا المشتريات بتاعتي دي مهم قوي 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 مدة الصلاحية لان المشتريات انا لو جبتها والمدة بتاعتي لو خلصت وتلفت هاجي اعمل مأكولات ومشروبات للعميل بتاعي ايه اللي هيحصل العميل طبعا هيشتكي او ممكن يحصل له ضرر من تحت ايه من تحت حاجة اتعملت وهي تلفة لان الحاجات التلفة دي ممكن تؤدي الى امرار يعني مثلا فيه فيه ناس اما بتيجي تاكل اي حاجة مثلا طعمها متغير او اي حاجة اكيد ممكن يحصل لها حاجة في الجهاز الهضمي او ممكن يحصل لها مرض معين في الجهاز الهضمي بتاعتي يبقى المشتريات مهم قوي مدة الصلاحية بتاعتي وكمان الحاجة مثلا لو انا بجيب فكهة او خضار او اي حاجة لان طبعا هي هتقعد عندي مدة لا اذا انا هخزنها في مكانها لا انا ما جيبش مثلا طماطم مثلا يعني طماطم او فكهة معينة اجيبها طرية وممكن يعني لو قعدت عندي مدة طويلة ممكن تتلف عندي مهما يكون مد درجة الحرارة بتاعتي ممكن تتلف عندي يعني انا مثلا لو عندي في الطلاجة انا جبت الحاجة ااا مثلا جبت فكهة معينة جبتها طرية شوية وحطتها في الطلاجة اااا مثلا احطتها في الطلاجة ما ما شفتهاش او اعوى مثلا نسيتها عتدت تحت ومشفتهاش لمدة طويلة انا هطلحها هلاقيها عاملاء ازاية هلقيها بايزة يبقى انا كده باخسر يبقى انا بعمل ايه انا بجيب الحاجات اللي ممكن تعود عندي مدة طويلة حتى يكون يعني درجة التخزين بتاعتي مهما يكون درجة الحرارة ما تعودش عندي فترة طويلة عشان ما تتلافش وطبعا الفندق بالحاجات اللي بيشتريها دي بفلوس لو تلفت عندي ايه اللي هيحصل الفندق هيخسر طبعا فلوس كتير لان انا لو ما استخدمتهاش هات ايه الفلوس بتاعتي هاضيها على الارض اللي استلم انا ما باجي استلم الحاجة بتاعتي باجي استلمها بطبعا بشروط معين طبعا اللي بيجي استلم ده بيجي مثلا بيبقى فيه موازين انا بوزن الحاجة بتاعتي وبشوفها الميزان بتاعها صحيح ولا ايه انا انا مثلا جايبة عندي شكاير روز الشكاير دي الشكارة مثلا خمسين كيلو او خمسة وعشرين كيلو اجي استلمها الاقيها عشرين يبقى انا كده في ايه فيه سرقة يبقى انا لازم يبقى عندي موازين وقت الايه ووقت الاستلام طبعا لو فواكه او خضروات او اي حاجة بالحاجات دي لازم اشوف المزرعة اللي جايبا لي الحاجات دي موصوق فيها وبشتغل معاها لفترة طويلة كان بها والحاجة بتاعتي وانا بستلمها لازم اشيك عليها اشوفها من فوق كويسة ومن تحت بايزة ولا كلها اه حاجة واحدة بحيث ان انا لو حطتها في الموزن بتاعي ما تتلافش مني بسرعة بعد كده اللحوم والدواجن اللحوم والدواجن بيبقى لها درجة حرارة معينة بستلمها وبشوف كمان البطاقة بتاعتي اللي انا بستلمها بيها البطاقة دي بتبقى موجودة في اللحوم بتبقى موجودة جوه اللحمة نفسها بتبقى متبرشمة طبعا معمولة بسلوفان بتبقى الورقة دي موجودة جوه تحت السلوفان طبعا اللي بيستلم لازم يكون عنده لغة ليه لان مثلا انا جايبا اللحمة دي من مكان مكتوب فيها بالايه بالانجلش انا دلوقتي لو جيت اقرأ الورقة اللي موجودة في اللحمة دي انا مش عارفة اقرأ الورقة دي هعرف ازاي ان هي مدة الصلاحية بتاعتها موجودة ولا انتهت لابقى انا لازم عندي ايه عندي لغة عشان اعرف مدة الصلاحية وكمان اعرف المكان اللي متصدر منها واشوف ايه هي البيانات بتاعت اللحم بتاعتي او اي حاجة مخزنة عندي لازم يكون عندي لغة عشان اشوف ايه التواريخ بتاعتها والمصدر بتاعتها والمدة بتاعتها تمام بعد كده التخزين طبعا التخزين لازم يكون درجة الحرارة بتاعتي مناسبة للحاجة اللي ايه اللي انا هخزنها فيها يعني ايه درجة الحرارة انا مثلا عندي استلمت لحوم استلمت لحوم اخزنها في مكان درجة الحرارة بتاعتها مثلا اقل من درجة التجميد ما ينفعش لازم اخزن الحاجة على درجة الحرارة بتاعتها يعني تخزين اللحوم في درجة التجميد تخزين الخضروات في درجة اه ما يعني ولا ان هي تتجمد ولا ان هي ايه تبوز عندي با درجة الحرارة بتاعتي مناسبة بحيث ان الخضروات والفاكة بتاعتي تتنيها ايه تتنيها فريش ولا تتجمد ولا تتلف علشان الحاجة بتاعتي ديت طبعا ما تتلفش بسرعة ممكن الحبوب والبقوليات احطها في درجة حرارة طبعا ولا هي برضو تجميد ولا هي ساعة قوي ولا دافية ليه لان درجة الحرارة بتاعت البقوليات لو اتجمدت طبعا البقوليات هتبوز وهتتلف ودرجة الحرارة لو يعني يعني مثلا دافية هتساوس يبقى انا بعمل ايه درجة حرارة مناسبة لكل حاجة انا بحطها في التخزين يبقى انا التخزين عندي ده مهم قوي بعد عملية الاستلام لان انا باستلم الحاجة سليمة واستلمت خلاص ووزنت وكل حاجة اخزن بقى على ايه على درجة حرارة مناسبة علشان ايه علشان الحاجة بتاعتي ما تتلفش بعد كده الصرف من المغزل الصرف من المغزل بيكون على اساس قيمة من المكان اللي هيتصرف منها يعني مثلا الاشراف الداخلي عايز بيضات بسلم على اساس ايه بسلم على اساس اذن الصرف ده طبعا مشرف البيضات بعيدتلي اذن صرف بصرف ايه مثلا عايز ميت ميلاية ميت فوطة ميت كذا وهكذا يبقى انا باخد الحاجة ديه على اساس اذن الصرف اللي موجود من القسم عندي مثلا قسم المطبخ كل يوم بياخد حاجات من المغزل طبعا بتبقى يومية لان لو انا خدت حاجات من المغزل وركنتها عندي في المطبخ ايه لا يحصل ممكن مثلا الميات حصلات نلاقي الحاجة باشت وبازت مثلا لو اتحطت مثلا في مكان في رطوبة ممكن تسوس وهكذا يبقى انا بعمل ايه درجة الحرارة بتاعتي والمطلوب بتاعي لازم اخده اول بول في القيمة لان طبعا الحاجة بتاعتي ما تتحطش في المطبخ عشان ما تتلفش يبقى انا اهم حاجة اذن الصرف بتاعي لان انا باخده على اساس وبدونه عندي فين في الدفاتر بتاعتي اللي موجودة فين في المغزن بعد كده عندنا اعتبارات تحدد سياسة الشراء انا في مراقب ايه مشتريات انا بخزن على اساس ايه بخزن على اساس المشتريات بتاعتي دي انا بشتري بقى على اساس ايه اول حاجة موقع الفندق موقع الفندق لو عندي الفندق طبعا الفندق بتاعي فندق كبير وجنب ايه وجنب الحاجات اللي انا بشتري منها يبقى ده هيسهل علي ايه عملية الشراء ممكن فترات متبعدة ان انا بشتري الحاجة بحيث ان انا مخزنهاش فترة طويلة عندي لان عندي الفندق في موقع متميز انا بشتري الحاجة اول بول تمام بعد كده حجم التلاجات المعدة للتخزين حجم التلاجات المعدة للتخزين عندي مهم قوي لان انا عندي مثلا لو الفندق كبير انا هجيب على قدل ايه الفندق بتاعي والمخزن بتاعي على اساس الفندق انا الفندق بتاعي كبير يبقى المخزن بتاعي صغير لا ليه لاننا القويم بتاعتي واحتياجات الفندق كلها عندي ايه عندي كتير عندي مثلا البيضات لايه لاننا عندي الغرف في الفندق عندي الغرف كتير يبقى انا محتاج مخزن بيضات كبير عندي مثلا الخضروات لازم برضو مغزن الخضروات والمغزن بتاع اللحوم والحاجات دي لازم يكون مغزن كبير ليه لان انا بعمل قواهم للطعام كتير كل ايه كل يوم يبقى انا كده بعمل ايه لازم يكون عندي مغزن بايه بسعة الفندق يعني المغزن كبير يبقى على قد الفندق لانه الفندق كبير ما يبقاش مثلا عندي فندق صغير والمغزن بتاعي كبير انا مش هحتاج المغزن ده الكبير قوي ده لان انا بحتاج ايه بحتاج مغزن صغير لان انا بخزن على قد الغرب بتاعتي وعلى قد الاحتياجات بتاعة الفندق بتاعي بعد كده معدل دوران البدعم يعني ايه معدل دوران البدعم انا مثلا بخزن جبت حاجات شهرية في المغزن بتاعي بحط في المغزن قبل ما الحاجة بتخلص انا بجيب تاني لان طبعا ما ينفعش الفندق يبقى ما فيهوش بضعة خالص انا ما باجي اجي خزن ماقولش بقى ايه ماشي هحطه كله على بعض لا ما ينفعش يبقى انا دوران البضعة يعني ايه الحاجة القديمة بطلعها بستخدمها وبحط الحاجة الجديدة تحت ليه يعني انا مثلا عندي في البيت انا عندي او الفريزر بتاع التلاجة انا ما بجيب الحاجة بحط الحاجة على بعضها ولا بطلع الحاجة القديمة بستخدمها وبعدين احط الحاجة اللي انا جايبها يبقى انا بعمل كده باخد الحاجة القديمة وبحط الحاجة الجديدة تحت بحيث ان انا الحاجة القديمة بستخدمها الاول عندي مثلا حاجات انا ما باستخدمهاش كتير في الفندق يبقى انا بعمل ايه ما بجيبهاش لانها مركونة عندي اجيب وحط فوق المركون لا يبقى انا ما بجيبش الحاجة علشان الحاجة المطلوبة ديت مركونة يبقى دوران البضاعة ديت هنسيبها ومش هنجيب غيرها لان دي ايه لان ديت ما بتستخدمش بالقدر المستطاع اللي انا ايه اشتري غيرها لان طبعا لو اشتريت غيرها كله هيخزن عن بعضه وديت ايه فلوس هدية وكده ايه البضاعة بتاعتي هتتلف وممكن يحصل ايه ممكن يحصل عندي ايه تهدير للمال بتاع الفندق. بعد كده عدم الشراء بامكانيات تزيد عن الحاجة. يعني ايه عدم الشراء بامكانيات تزيد عن الحاجة? طبعا انا ما باجي اشتري بشوف معدل الدوران بتاعي انا بشتري مثلا لحوم لان اللحوم مطلوبة كتير. انا بشتري لحوم اكتر من الدواجن لان الدواجن بتاعتي ما بشتريهاش كتير. عندي الفندق صغير. انا ما بشتري الحاجة بشتري عشان اللي موجودين في الفندق هم اللي بيستخدموها تمام? انا عندي الفندق صغير اشتري حاجات كتير وركنها? لا. يبقى انا بشتري على قد الايه الامكانيات بتاعتي الفندق كبير بشتري على اساس ان الفندق كبير وعندي الحاجات معدل الدوران بتاعها سريع يبقى انا بشتري حاجات ايه? حاجات كتير عشان الفندق بتاعي كبير والاحتياجات بتاعتي بتبقى كتير في الغرف بتاعتي نوع الفندق نوع الفندق طبعا ده من اهم الاسباب وسياسات الشراء اللي عندنا لان طبعا انا لو عندي فندق خمس نجوم انا هروح اشتري حاجات راضيقة ولا هشتري حاجات اه على مستوى الفندق لا انا بشتري حاجات على مستوى الفندق لان طبعا ده شكل الفندق وكمان اللجنة بتاعت تصنيف الفنادق بتجيلي كل فترة بتشوفني على القدر بتاعي ان انا نوع الفندق بتاعي سابت اه التصنيف بتاعي سابت ولا بنزل عن التصنيف بتاعي يعني مثلا عندي في الاشراف الداخلي انا بشتري بياضات بشتري البياضات بتاعتي دي على اساس ايه بشتري البياضات بتاعتي على اساس نوع الفندق بتاعي والتصنيف بتاعي لو عندي فندق ممتاز يعني اعلى دراجات الفندق اروح بقى اشتري البياضات بتاعتي اي حاجة كده وشكلها مش كويس والمنظر بتاعها مش كويس لا يبقى انا بشتري الحاجة بتاعتي على مستوى الفندق ونوع الفندق وتصنيف الفندق بتاعي يبقى ده اسس سياسة الشراء بتاعتي اللي موجودة عندي ومن اهم اسس الشراء نوع الفندق بعد كده الاسباب التي تحدد عمليات الشراء اول حاجة الاسواق المفتوحة يعني ايه الاسواق المفتوحة يعني انا مثلا لو الفندق بتاعي في الموقع بتاعه في وسط البلد وممكن اجيب الاحتياجات بتاعتي من اي سوق الاسواق المفتوحة اللي موجودة جنب الفندق يبقى انا بنزل بشوف الاسواق بتاعتي دي الاسعار بتاعتها مناسبة ولا لا وكمان مش الاسعار بس الاسعار بتاعتي لو مناسبة بشوف الحاجات نفسها كويسة ولا مش كويسة ما ممكن تكون الاسعار كويسة لنوع الفندق بتاعي بس ايه هي نفسها مش كويسة يبقى انا كده بهدر في المال بتاعي انا مثلا اجيب بياضات بتستهلك عندي بشكل ايه بشكل سريع ولا اجيب بياضات تقعد عندي فترة طويلة وفي نفس الوقت الخامة بتاعتها كويسة يبقى انا كده ما بهدرش فين في المال بتاعي لان الفندق اهم حاجة فيه ان انا الهدف بتاعه الربح انا عامل الفندق بتاعي ده عشان اربح منه ده مشروع استثماري يبقى انا بعمل ايه بربح من بيرجع لي عائد وكمان اهم حاجة عندي ان العميل بيبقى راضي عن الخدمات بتاعتي ومن الخدمات دي خدمات غير معلنة ايه الخدمات الغير معلنة الحاجات اللي بيستخدمها النزيل وما بيحسش بيها زي ايه زي البيضات اما بيجي مثلا ينامع السرير يلاقي الملاية من نوع كويس ونعمة والمخدة نعمة اللي موجودة اللي بينامع عليها والفوطة اللي بيمسح بيها كويسة مش بتفتل على وشو ولا بتنزل وبر ولا اي حاجة يبقى ده كده ايه خدمة غير معلنة للنزيل يبقى انا كده اهم حاجة عندي رضا العميل والربح في نفس الوقت يبقى الاسواق المفتوحة دي ممكن يبقى ممكن اشتري منها بس بديبقى ايه فيه منافسة طبعا في الاسواق المفتوحة اه عشان طبعا اه طبعا انا بختار الحاجة كويسة وبسعر كويس بعد كده عقود الشراء عقود الشراء دي بتبقى مع التجار اللي انا بستورد منهم الخضروات او الفواكه بتاعتي وطبعا ممكن من المصانع اللي انا باخد منها المعلبات او الحاجات الايه المعلبة اللي انا بستخدمها فين عندي في الفندق عقود الشراء دي انا مثلا الفندق بتاعي كل مدة بروح اعمل عقد شراء مع تاجر معين تاجر فاكهة الفاكهة بتاعته كويسة وفي نفس الوقت بتقعد عندي مدة طويلة يبقى انا بعمل ايه بروح اعمل عقد وهو بيجيب لي الايه الحاجة لحد الفندق دا عقود طبعا هو بيستفيد وانا كمان بستفيد ان انا منزلش ودور بقى ايه الاحسن وايه المتوفر في الاسواق ايه بقى دا حاجة سهلة علي ان انا بشتري ايه بشتري من تاجر معين ومزرعة معينة او من مصنع معين بعد كده مصادر الشراء انا بشتري منين مصادر الشراء بتاعتي ديت متعددة اول حاجة المحلات التجارية المحلات التجارية ديت انا لو الفندق بتاعي صغير والفندق بتاعي في وسط البلد انا هروح لمزرعة اجيب منها حاجات كتير ويوردلي لا انا بنزل لمحلات التجارية اللي هي ايه زي السوبر ماركت او المولات الكبيرة انا بنزل اجيب الحاجة بتاعتي من المحلات التجارية دي لان هي بيبقى ايه اسعارها ارخص شوية والحاجات بتاعتها كويسة يعني انا ما بجيبش طبعا من المحلات الصغيرة عشان محلات الصغيرة طبعا بيبقى الحاجة بتاعتها محدودة انا بجيب على قد الايه على قد الفندق بتاعي عشان مش كل شوية انزل اجيب حاجة مش زي البيت يعني بيبقى فندق صغير اللي هي الفنادق الاقتصادية اللي بيبقى الاحتياجات بتاعتها مش كبيرة لدرجة ان انا اروح للمزارع بعد كده المزارع المزارع دي اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي ان انا بروح لتاجر وبعمل معاه عقد ان هو يورد لي كل فترة مثلا فاكهة معينة او خضار معين او ايا كان الاحتياجات بتاعت الفندق بعمل ايه بعمل عقد معين مع المزارع دي او مع التاجر ده ان هو يجيب لي يورد لي من وقت للتاني او اما احتاج طبعا بعمل العقد بتاعي معاه بحيث ان هو يجيب لي ايه نجيب لي الحاجة دي لحد الفندق الجمعيات التعاونية الجمعيات التعاونية دي بتبقى مخصصة للاماكن اللي هي يعني حكومية شوية ليه لان الجمعيات التعاونية طبعا بتعمل اصالات الاصالات دي بتبقى ايه تبع الحكومة لان طبعا اي اي حاجة في الحكومة بتبقى ايه عايزة اثبات ان انت جايب الحاجة دي من المكان الفلاني وطبعا الجمعيات التعاونية دي ايه حكومية بتديني اصال ان انا خدت منك الحاجة دي بالسعر الفلاني بالعدد كلوات الفلاني بعمل ايه بعمل الاصالات دي بس بيتها عندي وبوردها الفين للمصدر الرئيسي الحكومي اللي انا بتعامل معاه زي المدارس بتاعتنا كده اما بنيجي نعمل طبعا مواد غزائية في المدرسة الفندقية بتاعتنا بنعمل ايه لازم نروح الجمعية التعاونية عشان نجيب منها اصالات وبتتورد للايه للحكومة تجار التجزئة تجار التجزئة تجار التجزئة دول مهمين قوي 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 لان تجار التجزئة دول دول بيجيبولي الشغل بتاعي لحد الايه لحد الفندق طبعا تجار التجزئة دول بالاخص اما يكون الفندق بتاعي صغير ومحدود بدل المنزل بجيب الطلبات بتاعتي من السوق او المزارع طبعا مزارع بتجيبلي كميات كبيرة بروح لتجر التجزئة بيديني كميات المحدودة اللي انا عايزها وبيجيبها لي لحد الايه لحد الفندق بتاعي هنتكلم دلوقتي احنا كده خلصنا الايه الاسس بتاعتي ومصادر الشراء هنتكلم على قسم المشتريات بتاع المواد الغذائية اللي موجود عندي في الفندق قسم المشتريات ده اللي هو مسؤول عن شراء الايه الاحتياجات بتاعة الفندق الغذائية طبعا الحاجات الغذائية بتاعتي مهمة قوي وفيها حاجات كتير هنعرف كل حاجة وايه هي الشكل بتاعي اللي المفروض اجيبه على اساسه وايه هي اسس الشراء بتاعتي بتاعة المواد الغذائية بتاعة الفندق اول حاجة عندي اللحوم اللحمة طبعا بتاعتي لازم تكونها لونها احمر ومخطومة بختم السلخانة طبعا اللي ما انتوا عارفين طبعا ختم السلخانة ده ورحتها كويسة يعني ايه انا دلوقتي عندي في المدرسة انا رايح اجيب طبعا القيمة بتاعتي عشان بنعمل القيمة بتاعتي عشان اشتغل بيها منها اللحمة انا بروح للتاجر بتاعي ده وبشوف اللحمة بتاعتي شكلها عامل ازاي بيبقى ايه لونها احمر ما يبقاش لونها مثلا مزرقة او ممكن يبقى لونها بني لا دي ما تبقاش صالحة للاستخدام اهم حاجة في اللحمة ان هي اللون بتاعها يبقى احمر فاتح ليه لان الاحمر الغامق بتبقى يا ام كبيرة في السن بتاخد سوا كتير وطبعا ده بتهضرلي في حاجة تانية لو مثلا في الوقت بتاعي بتهضرلي في الوقت بتاعي وبيهضرلي وبيهضرلي فين في الاكل بتاعي بياخد مدة طويلة والغاز طبعا وهكذا بيهضرلي في حاجات كتير يبقى انا بجيب اللحمة ايه لونها احمر وما تبقاش فيها حاجات مثلا فقوعات او مثلا لونها غامق او لونها بني دي كده غير صالحة للاستخدام خالص اللي لونها بني دي طبعا مهم اوي ان انا اتأكد من الختم اللي موجود على اللحمة الختم اللي هو بيبقى ايه على اللحمة بيبقى بيبقى لونه بمبة اللي هو بيبقى ختم السلخانة نفسه بيبقى موجود على اللحمة نفسها تمام ريحتها طبعا ريحة اللحمة العادية اللي هي ريحة يبقاش فيها ولا ريحة زفارة ولا ريحة كريهة لان طبعا اللحمة لو بايزة هتطلع ايه هتطلع ريحة مش مش كويسة لان طبعا الحاجة ما بتبقى بايزة بتبقى ايه بتبقى ريحتها فيها ريحة مش زكية كده وريحتها مش كويسة طيب دي اللحمة الفريش لو انا عندي لحمة مجمدة اعرف منين ان هي صالحة للاستخدام تمام الاقي برضو اللون بتاعها لون احمر بس ما بيبقاش اللون الاحمر بتاع اللحمة الفريش اللي هو الاحمر الفاتح ده بتبقى غمقة شوية وطبعا اهم حاجة برضو ما يبقاش فيها زرقان وما تبقاش لونها بني يبقى لونها احمر بس احمر غمق سنة بسيطة ما تبقاش ايه غمقة قوي تبقى ايه يا دوبك غمقة سنة بسيطة خالص ما يبقاش بقى طبعا فيها الدهون كتير ما يبقاش فيها فقاعات ما يبقاش فيها اي حاجة في اللحمة وطبعا بتبقى عندي ايه محتوطة في بلاستر اللي هو السلوفان وبتبقى باينة عندي بيبقى لونها باين برضو بتبقى اللحوم دي بيبقى برضو الختم بتاع السلخانة موجودة عليها طبعا لو احنا مستوردينها من مكان بيبقى برضو عليها اختان ماشي طبعا ما بيبقاش لها ريحة ليه لان الريحة بتاعتها لانها مجمدة ما بيبقاش لها ريحة انما لو كانت ساحت يبقى اكيد ريحتها بازت ليه لان على ما جات عندي درج اللي هو بين الهالي ما حطهاش في درجة الحرارة المناسبة ليه يبقى ممكن درجة الحرارة بتاعتها قلت يبقى كده ممكن تكون ايه تلفت وتعرضت ان هي تكون ايه بازت انا ما اخدش الحاجة السايحة دي ليه لان انا لو حطتها تاني يبقى انا كده فقط القيمة الغزائية بتاعتها لان انا سيحتها وبعدين جمدتها تاني القيمة الغزائية بتاعتي دي وهي بتسيح طبعا الميا بتاعتها اللي نزلة دي القيمة الغزائية بتاعتها ايه نزلت في الميا اللي هي بتسيح منها دي اهم حاجة كمان ان انا اشوف طبعا في اللحمة المجمدة دي الورقة بتاعتي اللي هي الكارت اللي موجود في اللحمة الكارت ده بيبقى موجود عليه طبعا المنشأ بتاع المكان بتاع اللحمة دي يعني لو كان مراعي طبيعية او ايا كان المنشأ بتاعها تاني حاجة الدولة اللي هي مصدرة منها يعني مثلا لو من اي مكان اللحمة دي موجودة بتبقى مكتوب عليها المصدر بتاعها بعد كده بيبقى مكتوب عليها مدة الصلاحية بتاعتي مدة الصلاحية بتاعت اللحمة المجمدة دي من 3 ل 6 شهور على اساس المكان اللي جاي منها طبعا لو مدة الصلاحية بتاعتها دي قربت تنتهي انا ما استلمهاش لان انا جايب لحمة بكميات كبيرة مدة الصلاحية بتاعتها فاضل عليها أسبوعين أو ثلاث أسابيع هقدر أن أنا أستخدم الكمية الكبيرة اللي أنا جايبها ديت في مدة أسبوعين ثلاث أسابيع لأ طبعا يبقى أنا بيبقى عندي مهلة من شهر لشهر ونص ليه؟ لأن أنا الفندق عندي ممكن بيستهلك كمية لحوم كبيرة ممكن في خلال الشهر ده يكون إيه؟ استنفذت اللحوم اللي عندي الكمية اللي أنا جايبها يبقى أهم حاجة اللحمة بتاعتي اللون بتاعها والمواصفات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي عندنا بعد كده الأسماك الأسماك مهمة قوي ولازم تعرفوا برضو عشان أما تيجوا تنزلوا تشتروا الحاجة لكونتوا يعني برضو أما بتيجي تنزل مع ماما أو تقول للماما المفروض يا ماما أنت بيجيب السمك عامل إزاي؟ الأسماك بتاعتي بيبقى اللون بتاعها لامع والخياشين بتاعيتها حمرة واللحم بتاعها متماسك ورائحتها زكية طيب يعني إيه بقى اللون بتاعها لامع؟ العين بتاعها إحنا أما بنيجي نجيب السمكة طبعا السمك بيبقى فيه فريش وبيبقى فيه مجمد المجمد بيبقى له حاجة والفريش بيبقى له حاجة ده الفريش عندنا السمكة العين بتاعتها عينها لازم تكون بتلمع يعني إيه بتلمع؟ فيه سمك بيبقى أما بيقعد يوم واثنين بيبقى المية اللي محطوط فيها بيعمله طبقات على العين بتاعت السمكة يبقى كده هيلمع ولا مش هيلمع؟ مش هيلمع يبقى الطبقة بتاعت المية ديت هتعمل لي طفيان أو اللمعة ديت مش هتبقى موجودة وبتبقى حباية العين نفسها برزة كده وبتبقى إيه؟ مش داخلة جوه العين يعني إيه؟ السمكة لو جبت العين بتاعت السمكة وضغطت عليها الجوه وحطت عليها مية هتلاقي إيه؟ الحباية بتاعت العين دي دخلت لجوه كده وبقت إيه؟ مندسرة وعليها كمية مية يبقى دي كده إيه؟ سمكة غير صالحة للاستخدام أو بيتة يوم واثنين إيه كمان؟ عشان نعرف إن السمكة دي نجيبها ولا ما نجيبهاش طبعا الخاشيم عارفين الخاشيم اللي هي فين؟ رأس السمكة بنشيل الراس بتاعتها الجزء اللي بتحرك في الراس بتبقى بتلاقي تحت الخيشوم بتاع السمكة دا الخيشوم دا لو بني السمكة ما تجيبهاش ليه؟ لأن كده السمكة بازت الخيشوم بتاعها لو بني ما تجيبهاش لازم الخيشوم بتاعها اللي هو تحت الجزء المتحرك دا لازم يكون أحمر يبقى الخيشوم بتاعها إيه؟ لونه أحمر طب أنا معرفتش أفرق الخيشوم دا لونه أحمر يعني ممكن الناس اللي بيبيعوا بيكونوا حطين مثلا على الخيشوم دا لون عشان إيه؟ يبيعوا السمكة طب أعمل إيه؟ طيب الحاجة التانية اللحم بتاعها متماسك اللحم بتاعها متماسك يعني إيه لحمها متماسك؟ أمسك السمكة ومن ظهر السمكة اللي وراه وأعمل إيه؟ وأضغط على السمكة نفسها ظهر السمكة اللي هو بيبقى فيه الحراشيف بتاعتها ماشي؟ أمسك ضهر السمكة وأضغط عليها جامد أضغط عليها جامد بصبعي كده لو ضغطت عليها جامد وشلت صبعي لو لقيت اللحم بتاعها رجع بسرعة يبقى كده السمكة اللحم بتاعها متماسك وكويس لو أنا ضغطت عليها والضغطة دي عملت زي ما هي وما طلعتش تاني يبقى كده اللحمة بتاعتها مش متماسكة وكده السمكة بايزة بايزة يبقى ما تجيبش السمكة دي خالص وكمان البطن بتاعها يعني يامة البطن دي اللي بيبقى فيها البطن بتاع السمكة برضو أضغط عليها لو لقيتها طرية قوي وبضغط عليها كده وما بتطلعش الجلد بتاعها ما بيطلعش معايا يبقى كده السمكة ايه؟ بايزة ما تجيبش السمكة البيزة دي ليه؟ لأن انت هتجيبها أولا طعمها هيبقى وحش جدا لأنها طبعا بايزة كمان أما تيجي تشم السمكة تلاقي ريحة السمكة ريحتها بايزة يعني ريحة السمكة طبعا معروفة ريحة السمكة ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش الريحة اللي هي بتبقى صبحة كده وتبقى السمكة فريش طبعا الريحة دي ممكن يحطوا اي حاجة في المية اللي هي موجودة فيها وما تظهرش ريحة ريحة السمكة بس أهم حاجة عندي الخيشوم والعين والإيه؟ واللحم بتاع السمكة نفسها طبعا لو عندي سمك سمك من اللي هو المجمد ده ورحت عند طبعا الناس اللي جاية لي ديت جايبالي السمك سايح أخدوا ولا لأ؟ برافو عليك بقى أنا كده ما أخدش السمك السايح لأن أنت وردته لي وهو إيه؟ سايح ما ينفعش إن أنا أسايحه زي اللحمة بالظبط ما ينفعش إن أنا سايح الحاجة وارجع أجمتها تاني لأن قيمة الغزائية بتاعتها بتفقد طيب لو أنا بشتري السمك ده لي في البيت اللي هو السمك اللي هو المجمد ده طبعا أنا بروح بلاقيه مجمد عند الراجل أعرف منين إن هو مش بايز عندي الحراشيف بتاعته أو القشر بتاعه أما أجي أشيل القشر بتاعه كده ألاقي القشر بتاعت السمكة جمدة يعني إيه قشرت السمكة جمدة؟ يعني ما بتتشلش بسهولة إنما لو السمك بايز أجي أشيل بقى القشر بتاعته دي على فكرة في الصابح وفي المجمد يعني في الفرش وفي المجمد أجي أشيل القشر دي ألاقيها بتتشل بسهولة وممكن كمان ملاقيش عليها قشر لأنها بايتة يوم واثنين وطبعا المجمد ده ممكن يكون بايت بقاله شهر عند الراجل أو زيادة عن شهر كمان ومدة الصلاحية بتاعته انتهت لأنه بتسيح وبترجع تاني طبعا القشر بتاعه ده مهم قوي لو لقيت القشر بتاع السمكة مش موجود أصلا يبقى كده السمكة بايزة بايزة القشر بتاعها اللي هو القشر اللي احنا بنعمله بالسكينة القشر بتاعه ده لازم يبقى جامد قوي ماما هتلاقيها وهي جايبة السمك وهي بتعمل بقى بالسكينة كده بتنظف السمك بتلاقي ايه ده ده السمكة القشر بتاعها ماسك قوي يبقى انت كده السمكة بتاعتنا ايه بتاعتنا صبحة وايه وفرش او السمكة بتاع المجمدة سمكة ايه صالحة للاستخدام وبرضو السمكة المجمد بتعمل الخياشين بتاعته برضو لو لقيتها بني اديك خلاص ما تجيبهاش او تجيبها مزرقة لأ ما تجيبش المزرقة دي خالص يبقى انت لازم الخياشين بتاعتها ممكن بقى هتلاقيها حمرة بس ايه حمرة داكن شوية عشان درجة الحرارة المجمدة عليها بتخلي الحمرار بتاعها يقل تمام يبقى احنا عارفنا اللحمة والايه والسمك عندنا بقى الحبوب الحبوب دي مهمة اوي 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 ليه لان احنا بنجيبها طبعا في شكاير لو احنا جيبناها سايبة هتبقى بين النيا مكسرة ولا فيها سوس ولا ايه انما اللي موجودة في شكاير او موجودة في ايه في كياس بنعمل ايه اهم حاجة عندي في الحبوب والبقول ان هي خالية من التسويس وسليمة يعني مش مكسرة بشوف بقى طبعا عندي الكيس بتاعي او الشكارة بتاعتي بشوف طبعا بتبقى شفافة بجيب جزء شفاف كده بشوف الشربية بتاعتي ايان كان بقى الحبوب بتاعتي عندي مثلا اه 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 مثلا اه 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 ارز مكارونا اه ايان كان الحبوب اللي انا بشترها او البقول العادسة او الفول او ايا كان الحاجة اللي انا بجيبها تمام بشوف من الجزء الشفاف اللي موجود عندي في الكيس لو لقيت الحبوب بتاعتي الرز مثلا متكسر حتة صغيرة دي ما جيبش الرز ده ليه؟ لان الرز المتكسر ده باجي اسويه بعمل به اي حاجة بيعجل مني لانه ما بيشربش المية والمية بتاعته بتبقى ايه عاملة زي النشا يعني لو حطيت مية زي الرز العادي اللي احنا بنعمله بيبقى المية بمتتشربش وبيعجل مني لانه متكسر لو انت جيبت حاجة لو انت جيبت حاجة مثلا شوية رز عادي وشوية رز متكسر وحطيته في طبقين اتنين وحطيت على ده شوية مية وعلى ده شوية مية هتلاقي المية عاملة ازاي؟ هتلاقي المية في الرز العادي اللي هو الحباية بتاعته سليمة وكويسة المية بتاعته صفية ما فيهاش نشا خالص انما اما تيجي تشوف الرز التاني المتكسر وحطيت عليه شوية مية هتلاقي المية بتاعته بيضة ليه؟ لان طبعا الحاجة اما بتتكسر بتنزل النشا بتاعها في المية الايه اللي بتتعمل طبعا لما بتيجي تسويها بقى بتعمل بقى بتنزل النشا وبتعجل منك مهما تقلل المية بتبقى ايه؟ بتبقى بيضة ماشي؟ يبقى كده انا الحاجة بتاعتي بقى ما تكونش ايه؟ متكسرة تاني حاجة ابص في الايه في الكيس بتاعي اشوف فيه بالاخص ايام الصيف لان الحاجات ديت في الصيف طبعا درجة الحرارة بتبقى عالية وممكن يكون التاجر ده مخزن الحاجة عنده وتبقى ايه؟ وتبقى بيضة بيضة ازاي بقى؟ طبعا انا ممكن مشوفش السوس او مشوفش الحشرات اللي موجودة اللي هو الدود يعني اللي هو ساعات الرز او المكرونة بيبقى فيها دود صغير كده مش هشوفهم الكيس اعرف ازاي ان الحاجة ديت مسوسة او فيها دود اعرف ازاي بلاقي وانا بعمل الكيس كده بلاقي كتل مع بعضها راحة جاية يعني بعمل الكيس كده طبعا الكيس بيبقى فيه جزء مهوي الرز رايح شوية مع بعض رايحين وشوية مع بعض جايين يبقى ده فيه اه يا اما دود يا اما سوس تمام يبقى انا كده بعمل ايه؟ مجيبش الحاجة دي لان الحاجة بتاعتي بيضة مسوسة او ايه؟ فيها حشرات اللي هو الدود يعني بعد كده يبقى انا كده لازم تكون سليمة وخلية من السوس عدم خلط الحبوب مع حبوب اخرى يعني انا ما ينفعش احط رز على مكارونا ما ينفعش احط عدس اصفر على عدس بني ماشي ما ينفعش ان انا احط حاجة مكسرة مع حاجة ايه مع حاجة سليمة وكمان مهم قوي التغزين بتاعي لان التغزين بتاعي لو المكان راتب هيقدي الحاجة السليمة اللي انا جبتها ديت هتؤدي الى فسادها لو انا حطيت الحبوب ديت في مكان قريب من مية مثلا او مكان راتب اللي هيحصل هتؤدي الى ان هي تعمل عفن وطبعا هتشرب مية او هتشرب ايه رطوبة من الرطوبة دي وكمان هتغير لونها العدس مثلا الاصفر او العدس اللي هو البني لو جيت تجيبه تجيب العدس العدس الاصفر اصفر بتاعه اصفر زي الاصفر اللي هو مش اصفر فاتح قوي ولا غامق قوي لا اصفر الصفار بتاعه كويس مش غامق ولا فاتح قوي لان ده بيبقى طبعا فاسد طبعا لو اي حاجة تانية طبعا الرز اما تيجي تجيبه ما تجيبش الرزايا اللي هي الايه اللي لونها مسفر طبعا لازم نجيب اللي لونها ايه اللي لونها فاتح المكرونة نفس الحكاية ما جيبش المكرونة المكسرة وما جيبش الايه ولي لونها ايه ولا لونها غامق احنا النهاردة عرفنا عندنا بعض الخضروات والمشتريات اللي احنا نجيبها وايه هي قسس الشراء بتاعتنا اللي احنا بنشتريها على اساسها واخدنا المخازن وانواع المخازن وقسس التخزين بتاعتنا وايه احنا بنشتري الحاجات بتاعتنا على اساس ايه وطبعا قسم المشتريات ده اهم قسم في المخازن عشان طبعا الحاجات اللي احنا بنجيبها ديه بتبقى يعني للفندق بتديله قيمة طبعا للحاجات الغذائية المقدمة للعميل والحلقة القادمة ان شاء الله هناخد بقية المشتريات وايه هي الشروط بتاعتها اشوفكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته